اسيسي يواجه بمعصلة جهود النهوض بمنظمتي التعليم العالي والصحة مدبولي يؤكد من بيروت ان مشروع ستظل دعم للبنان ووحدته ملكة تعهد باتخاذ موقف اوروبي موحد للتوصل لحل سياسي في ليبيا منتصف للقاهرة العاشرة بتوقيت جريش موجز اخباري اتسيكم من القاهرة اهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بوصلة جهود النهوض بمنظمتي التعليم العالي والصحة في مصر باعتبارها مقدمة اولويات الحكومة وذلك بهدف دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وخلال اجتماعه مع وزيري التعليم العالي والصحة وجه رئيس بالقيام بتنسيق المتكامل بين الوزارتين وذلك الاستمرار في تنفيذ الفعال المبادرات والمشروعات القومية والجاري تنفيذها في المجال الصحي كما وجه الرئيس بانتراعي جهود تطوير المنظومة التعليمية متطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا البازقة مشيرا الى الاهمية القصوى التي توليها الدولة لتطوير التعليم بالشرقي قبل الجامعي والجامعي والارتقاء بمستواء البحث العلمي في مصر ومشدنا على اهمية الدور المجتمعي في دعم منظومة التطوير والتي تهدف لبناء نظام تعلمي مصري حديث ومتطور اشتركوا في القناة اكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ان العلاقة بين مصر ولبنان تاريخية وثيقة وتحظى بارتباط قوي على مستوى الشعوب وخلال كلمة في حفل العشاء الذي اقامه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بمقر الحكومة اللبنانية في بيروت وذلك تكليما لزيارة مدبولي الحالية للبنان شد مدبولي على ان مصر ستظل دعم للبنان ووحدته مشيرا في الوقت ذاته الى حرص القيادة السياسية على تقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين ومن جانبه قارا الحريري ان اجتماعات اللجنة العلية المشتركة بين مصر ولبنان تستهدف وزالة العرقين والمشكلات التي تحول دون انطلاق العلاقات الاقتصادية والتجارية الى افاق اوسع وتذليل العقبات امام قطع الخاص والمشتثمرين من الجانبين شاركت الدكتورة ورانيا المشاط وزيرتها السياحة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى السياحة العالمي بمدينة لزين بس وسرا والتي عقلت تحت عنوان الابتكار الخلاق دافع مستمر للتغيير وبحسب بياني الوزارة فقد شاركت وزيرة السياحة ايضا في جلسة نقاشية مغلقة في مركز ابحاث المنتدى وذلك حول دول الابتكار والتحول الرقمي في صناعة السياحة وذلك ضمن مجموعة مختارة من المشتثمرين وصناع القرى السياحي في العالم واكدت الدكتورة ورانيا المشاط اهمية موضوعات مثل ابتكار التكنولوجي والحول الرقمية لتعزيز تنفسية قطاع السياحة وهو ما دفع وزارة السياحة الى اطلاق بنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري ورفع تنفسيته والذي يتكز احد محاوره على الاتقاهات العالمية الحديثة والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية لتكون اكثر حداثة وعصرية وجه النائب العام المكلف في السودان باستقواب الرئيس السابق عمر البشير وتتعلق القضية المقرر استقواب البشير فيها مخالفة قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب وقانون التعاون بالنقد الاجنبي كما امر بالتحقيق في معاملة مشبوهة لنافذين في النظام السابق تمت احادة الملفات الى نيابتين الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية تعادت المستشارة الارمانية انجلا ميركل بالعمل مع شركائها الاوروبيين من اجل اتخاذ موقف اوروبي وذلك للتوصل لحل سياسي للازمة الليبية وخلال زيارتها الافريقية الحالية قالت ميركل ان علمانيا لديها مسئولية مشتركة عن الوضع الحالي في ليبيا مؤكدة انها ستقوم باسهانها كي تتوصل فرنسا وايطاليا لموقف موحد في الملف الليبي اعلن مسئول امريكي عن عقد اجتماع الاسبوع المقبل بين وزيري الخارجية الامريكي وروسي في فنلندا وذلك لبحث الازمة الفنزولية في بقالة وزير الخارجية الروسي سيجي لفروف ان تصريحات الولايات المتحدة بالشأن اقناع روسيا لما ظهر بالعدول عن فكرة الهروب من فنزولا غير صحيحة مشيرا الى ان مواقف روسيا بالشأن اقناع روسيا تتعارض مع مواقف الولايات المتحدة انتهى الموجز الاخباري لمزيد من الاخبار تابعوا دوما موقعنا الاخباري اكسا نيوز دوكو في الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة